اشتركوا في القناة تفعيل زر الجرس لتوصلك بجديد اخبار رياضية تافي احب زلزولي واعتمد عليه في طريقة اللاعب ولا يهم ان كان احتياطيا او رسميا نوهت تافي هانانديز مدرب نادي بارشلونة الاسباني لكرة القدم بامكانية الدولة المغربية عبدالسامد زلزولي مهاجم البلوغرانا وشديدا على انه من بين ابرز اللاعبين في الفريقة وقالت شافي خلال الندوة الصحفية التي تسبق مواجهة فياريال في الدورة الاسبانية عبدالسامد لاعب جيد ومحترف احبه داخل الملعب وخارجه واضف المتحدث نفسه ازلزولي من اللاعبين المهمين في الفريقة كما انني اعتمد عليه في طريقة اللاعب ولا يهم ان كان اساسيا او احتياطيا ويلقي بارشلونة مضيفه فياريال يوم الاحد لحساب الجولة الثالثة من منافسات الدورة الاسبانية وهي المواجهة التي سيبحث فيها رفاق عبدالسامد زلزولي عن العودة بنتيجة ايجابية يشار الى ان عبدالسامد زلزولي سبق وان اكد رغبته في مواصلة المشوار مع بارشلونة بعد ان خض الموسم الماضي بقميص اوساسونة على سبيل الاعارة كما ان احتمال خوضه وتجربة جديدة يبقى واردا حسب قيمة العرض المتوصل بها عاجل مشكل كبير يهز مشوار نجم المنتخب المغربي مع فارقه وهذا ما وقع افدت تقارير اعلامية ان مشاكل ادارية فجائية باتت تهدد مستقبل قائد المنتخب المغربي غانم سايس مع فارقه القطر الجديد مشير الى ان امكانية رحيله عن السد باتت واردة جدا وارتباطا بالموضوع شددت ذات المصادر على ان ادارة نادي السد فشلت حتى اللحظة في ادراس سايس ضمن قائمة الفارق لدى الاتحاد القطري بسبب مشاكل ادارية مرتبطة اساسا باستنفاذ الفارق لعدد اللاعبي الاجانب المسبوح به كما اكدت المصادر ذاتا ان العميد غانم سايس بات اليوم مطالبا بضرورة البحث عن فارق جديد ان لم يتم التخلي عن احد اللاعبي الاجانب المدرجين ضمن قائمة نادي السد القطري املاح على وشك مغادرة بلد الوليد والعودة الى الدول الاسباني الممتازة افدت تقارير اعلامية اسبانية صادرة صباحا يوم الاحد ان الدول المغرب سليم املاح بات قريبا من مغادرة بلد الوليد النازل حديثا الى الدرجة التانية الاسبانية ووفق لدى المصادر فان فالانسيا جدد اهتمامه باللاعب حيث قطعت المفاوضات بين مسؤول الناديين اشوطا كبيرة وبات من المرجح ان يتم الاعلان عن الصفقة في غضون ساعة واذا ما تكللت المباحاتات بالنجاح فان انتقال املاح الى فالانسيا سيكون على سبيل الاعراء مع وجود بونديوتيح للنادي البرتقالي التعاقد مع الدول المغربي بصفة نهائية ما تم الموسم الحالي مقابل مبلغ مالية روح ما بين 6 و 8 ملايين يورو من يكون اللاعب المغربي الذي سيواجه ميسي في نهاية كأس امريكا من المرتقب ان يواجه اللاعب المغربي الاصل امين باسي النجم الارجنتيني ليوني الميسي في نهاية كأس الولايات المتحدة خلال المباراة التي ستجمع فارقهما هيوستان دينامو وانتر ميامي على التوالي في 27 شتمبر 2023 وولد باسي في فرنسا في نوفمبر 1967 ويحمل الجنسية المغربية حيث لعب مباراة وحيدة مع المنتخب المغربي تحت العشرين عاما في اكتوبر 2017 ولعب باسي الذي يشغل مركز متوسط ميدان هجومي في فرنسا مع فرق نانسي في 2017-2021 وميدز 2021-2023 كما لعب بعد ذلك بنظام الاعارة مع بانرسل الانجليزي وانتقل باسي الى هيوستان دينامو في يناير الماضي وينتهي عقده مع الفارق الامريكي في ديسمبر 2024 حيث سجل له تماني اهداف في عشرين مباراة لعبها الموسم الحالي الكورفاسود تعلن مقاطعة مباراة رجاء ضد يوسفية برشيد اعلنت الكورفاسود عن المساندة لفريق الرجاء الرياضي مقاطعة مباراة الغد او اليوم التي يحل فيها الخضر ضيوفا على يوسفية برشيد وقرر الفصيلين المساندين للرجاء عدم حضور هذه المباراة بسبب الاحداثة السابقة التي رفقت تنقل الجماهير الى مدينة برشيد والتنظيم كان كاريتيا بكل المقاييس بالاضافة لعدم تمكن الالاف من الجماهير من ولوج الملعب نظرا لامتلاء المدرجات واشارت الكورفاسود الى ان قرار المقاطعة يبقى هو الحل الأمتل لتفادي حدوث اي انفلات خاصة وان العديد من جماهير الفريقة بقيت خارج الملعب في اخر مباراة خضها الرجاء في برشيد تجدر الاشارة الى ان الرجاء الرياضي سيحل ضيفا على يوسفية برشيد يوم الاحد برسم الجولة الاولى من البطولة الاحترافية انوي التيكواندو المغربية تألق في ريو دي جينيرو ويحصي 8 ميداليات ذهبية حققت تيكواندو المغرب نتائج مشرفة جدا خلال النسخة التانية للألعاب العالمية المدرسية جامين زيادة 2023 بمدينة ريو دي جينيرو بالبرازيل بحصوله على 8 ميداليات ذهبية اضافة الى 3 ميداليات فضية وتمانية بورونزية وجاءت انتصارات الفريق المغربي بالذهب في تيكواندو عن طريق نهيلة اشعبون وزن 37 كيلو جرام وراني التحاوي وزن 41 كيلو جرام واروى عادل وزن 47 كيلو جرام وامين التحاوي وزن 55 كيلو جرام واحمد ابو الفتح وزن 33 كيلو جرام وياسر محدوبي وزن 61 كيلو جرام واحمد ريان الصادق وزن 57 كيلو جرام حزام ملون ومالاك شاهد وزن 55 كيلو جرام حزام ملون واحتل المغرب المرتبة الاولى عربيا وافريقيا والسبعة عالميا خلال هذه المنافسات محرزا في المجموع 26 ميدالية بمشاركة فريق العاب القوى وفريق تيكواندو وكانت تألق اكتر للفريق التاني بينما حصد فريق العاب القوى على ذهبية واحدة وميداليتين فضيتين وأربع في ميداليات بورونزية وقد فازت بالذهب حسناء الصادق في منافسات 800 متر أسرار خلف فسخ العقد والد عمرو ورد يوضح الأسباب وراء قرار ابنه أعلن مدحة ورد والد عمرو ورد لعب الرجاء الرياضي السابق عن السبب الحقيقي وراء فسخ ابنه العقد الذي يربطه مع الرجاء بعد أيام قليلة من التعقد معه خلال فترة الانتقال الصيفي الحالي وقال مدحة ورد في تصريح الله ابن صحته جيد في الوقت الحالي الحمد لله وسيغادر المغرب خلال 48 ساعة ولديه ثلاث عروض من اليونان وقبرص وإيران ولكنه يستبعد انتقال للدور الأخير ويفاوض بين اليونان وقبرص ليستكمل مسيرته في إحدى البلدين كما كان الوضع قبل الانضمام للرجاء المغربي وأضاف المتحدث نفسه رحيل ابن عن الرجاء المغربي جاء بسبب بعض اللاعبين هناك عدد من لاعب الرجاء لا يفضلون استمرار اللاعب مع الفريق وكان هذا الأمر أحد أسباب مغادرته الرجاء فيما نفى عاد البقي لنائب رئيس الرجاء الرياضي من جهة أخرى في تصريح الله أن يكون هذا هو السبب وراء فسخ عقد عقد وردى وقال لا علم لي وللنادي بموضوع كهذا ولا أعتقد أن يكون اللاعب تعرض لأي مرد مثل ما يتردد هو بخير